الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصابه وموانه ناصل يا إخوان ما زلنا في إنا وأخوتها قال ابن مالك رحمه الله وإن يكن فعلا ولم يكن دعاء ولم يكن تصرفه ممتنعا فالأحسن الفصل بقدس أو نفيس لو وقليل ذكر لو يقول ابن مالك رحمه الله وإن يكن فعلا أي الخبر إن كان فعلا ولم يكن دعاء أو طلب ولم يكن تصرفه ممتنعا فالأحسن الفصل بقدس أو نفيس أو تنفيس أو سوف أو لو وقليل ذكر لو قال الشارح يقول إن يكن الخبر فعلا فالأحسن الفصل بواحد من هذه الأشياء ونعلم أن قد صدقتنا هنا أن تخفيف من أن وخبر صدقت فعل فنفصل بين أن وخبرها بقد أن قد صدقتنا حرف نفي لا لم ولن نحو أيحسب أن لم يره أحد أيحسب أن لم يره أحد الأول بقدس والثاني بالنفي والخبر هنا يراه يرا فعل فنفصل بين أن وفعل أي الذي يكون خبرا لها بلا الثالث حرف تنفيس حيث قال ابن مالك أو تنفيس حرف تنفيس عرفنا الصين تنفيس للقريء وسوف تنفيس للبعيد أو تسويف نحو عن ما أن سيكون منكم إذن إما بقد وإما بالنفي وإما بالتنفيس علم أن سيكون منكم مرضى أن والخبر يكون أن هنا تخفيفا من أن ثم الرابع الفصل باللو نحو أن لو استقاموا أي وأن استقامه أصله ونأتي بالفصل هنا لو ثم فإن كان الخبر فعل الدعاء الدعاء من السفل إلى العليا ومن الأسفل إلى الأعلى أو لا يمكن تصرفه لأنه جامد مثلا جامد فلا يحتاج إلى شيء من هذه الفواصل لا نحتاج إلى التفصيل مثال الدعاء والخامسة أن غضب الله عليها لا نأتي بأن قد غضب لا لأن غضب هنا الدعاء semoga الله مركى أدنية berkaitan dengan لأن antara suami dan istri فيقراء ومثال جامد وأن ليسا للإنسان إلا ما ساء ليسا جامد فلا نحتاج إلى قد ولا أن في ولا ولا التسويف ولا تنفس ولا أن ولا واللو ولا لو وقالوا وقليل ذكر لو هنا يشير إلى أن ذكرها أي ذكر لو في الفواصل في كتب النحو القليل ووهم من فهم غير ذلك الله أعلم هذا الفصل إن كان الخبر خبر أن أو خبر إن فعل أرجم الله فعلية وخففت كأن أيضا فنوي منسوبها وثابتا أيضا روي خففت كأن إذن التخفف من كأن فانويا منسوبها أي اسم كأن مقدر أو مضمار وثابتا أو ثابت هنا بمعنى ذكره ذكره اسمي أنا أو ذكره اسمي كأن ثابتا أي ثابتا عند النحويين حيث رويا عنهم خففت كأن أيضا إذن كأن بقيت عاملة ناصبة تتبر أمال مناصب كان اسم ومنسوبها منوي دينيكا ورويا ثابتا وجاءت مخففة مشددة في قول الله تعالى كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقراء كأن لم يسمعها وكأن في أذنيه وقراء ما كأن في الأول التخفيف وكأن في الثاني بدون التخفيف وَمِمَا ذُكَرَ فِي لِسَمْ قَوْل شَاعِرْ يَسِفُ مَحْبُوبَتَهُ وَيُسْبَتَهُ وَيُسْبِوهَا بِظَبِيَّةِ ضَبِيَّةِ ضَبِيَّةٍ تمتدُ جيدُهَا لِتَنَاوُلِ الشَّجِرْ وَيُوْمَا تُوَافِيْنَا بِوَجْهٍ مُقَسَّمٍ كأن ضَبِيبَةً تَعْتُو إِلَى وَارِقِ السُّلَّمِ هنا كأن كأن ضَبِيبَةً ذُكِرَ هنا اسم كأن انتهينا اللَّهُ تَعَالَ عَلًا بِالصَّوَابِ نَكْتَفِي بِهَذَا الْقَدْرِ سُبْحَانَا قَلَمَا رَبَنَا بِحَمْدِكَ اشْجَدَأَنْ لَا إِلَا استَغْفُرُكَ وَأَتُوبُ إِنَيكَ